السلام عليكم مرحبا بكم في قناة ديد وصملي هالنهار ان شاء الله سنقدموا حل الحلقة على كيفاش نكتروا الحليب يعني سموم الأشياء اللي نقدروا نديروها باش نكتروا الحليب في الأم اللي عاد ولدت أمي الألانب اللي عاد ولدت كما كتشوفوا معايا هادو واحد جوج نتوات أما هادو الجيهات قريبا غاديا نتوات سمو هي الطريقة اللي كنديرها نايا طريقة خاصة اللي كنديرها باش نكتروا الحليب للأمهات يعني يلا تكون ولدت الأرنابة سمو هما الأشياء اللي نقدروا نديروها باش نكتروا لها الحليب يعني هادي كان هادرة في اليوم أول والثاني والثالث لأن في ذاك المرحلة اللي كتكون الصغار في مرحلة خطار وخاصها ترضعهم يعني قصد الحليب يكون عندها في الحلامات ديالها بوفرة وقدش الممكن عندها الحليب في الحلامات ديالها بوفرة كت الصحة دير الصغار كتكون مزيانة وتمني كيكبروا في واحد طريقة مزيانة وأنتو ما كتحسوا بتطرفية جيالهم ساهلة ما كتا يعدبوكمش، ما كخرش التفاوت في الأطوال كلهم كيحلوا عينهم في نص الوقت مهم انتم غدوا تلاحظوا هاد القادية بالنسبة للأطعيمة اللي غتعطيهم والأطعيمة الساهلة ساهلة ساهلة، وكانوا كيديروها جدودنا هدا هاد طريقة هادي كانوا كيديروها جدودنا شحلم واحد كيقول لاغ علي ندير السيكاليم ديال الحليب سيكاليم ديال الحليب أنا رأني درت عليه الحلقات راه دار المشكل يعني شحلم اختراء هدرت على هذا الموضوع راه دار المشكل للناس إنه وش هما بمدين فيه شي حاجة اللي ولت كتتضر الصغار المهم إحنا هاد ما شي بغى موضوعنا موضوعنا ديال هاد النهار وهو اسمه أنديرو إنه في النهار الأول والثاني والثالث ولما لا تسيماً اللولة يعني أنتمشوا إليهم بوحد نظام غذائي هي الطرق سهلة أول حاجة وهي معي القادية للعسل وخد تكون عادية أنا ما كنكلفش على عباد الله وخد تكون عادية للعسل الرخيص رخيص الزمن تشدوها وديروها لها مع الماء هذي طريقة كانوا كيديروها جدودنا واحد يعني حنى جدة هي اللي كانت تقديرها الطريقة وكانت تحكيت لي كيفاش تقدير في الأيام الأولى باش تدير الحلب لأمثى ديال الأنانب تقدير معي القادية للعسل في الماء ثاني حاجة لقامة لقامة اللي كاتشير عليكم ديال أعزائي أصروها واحد شوية ديرواها في واحد طاصة وعطيها التاكل ونخالة الخالة هي رخيصة في الزمن هي واحد شوية كتديرو عليها شوية ديال الماء غي شوية ديال الماء اني ما كتقاشناش فقط لحد مش هي كتغرقوها بالماء ولكن غي كتديروا واحد شوية ديال الماء في ديكم وكترونوها ديك النخالة وكتعطيوها تاكل كين واحد بنبتخرة راني غي ما لقيتهاش راني كتوعدت واحد سيدة أنا في الكومنتير أني نجيبها راني باقي ما لقيتهاش اسميتها تيفاف تيفاف هي للناس اللي كيعرفوا الحويج ديال الفلاحة راكين واحد النبتة كتكون تقريبا مشوكة مشي مشوكة بزيف ولكن ديال بحل شكل ديال الشوك وكتكون متفرعة هذيك راح تايا إذا كنتلقيتوها ما نقول لكم شو سمو كتدير في الآني كتعطيهم واحد الحليب بغازارة قاع كتولي يعني الحالة مادية لها كتدفقوا بالحليب إذا هذو ثلاثة الحويج بساطين يعني العسل في الماء ثاني حاجة إن الخالة مرونة شوية ديال الماء من الأحسن يكون ذاك المدافي أحسن من الأحسن وثالث حاجة هذة تيفاف تيفافته هو مزيان مية في المية يعني الطرق بسيطة وليقامة إذا رحتوا هذة لقامة والعسل كلهم فيهم الحلاوة هي الأرنابة في الورثة مو كتكون باغية غير كتكون باغية في الحقيقة كتكون تحتاجة للحلاوة حلاوة كتخليها كتعيد من حديك الطاقة ديالها كترجع إذا درتوا العسل كتحسوا بها هي مشي تشحموا حكية غير وكيدر الفيتامين الفيتامين ما يصلحوش للأنثى اللي كتردع ما كدرش حليب من الأحسن تديروها غير حلاوة أنا قلت لكم عسل أو لقامة لقامة ديالآتيرة كتكون تهيئة حلوة لأن كتكون شرطة منها آتاي لقامة تهيئة استعملت عطيوها السادة عصروها شوية بنيتديكم وعطيوها لها ونخالة كتائية معروفة وهذا نبتايلها إذا لقيتها إن شاء الله لأني غادي نجيبها ونوريها لكم اسميها اتفاف نبتادي الاتفاف تهيئة مزيانة صراحة لنا جربتها مزيانة إما تعطيوها لها خضراء إما تعطيوها لها والأخضر تهو مزيان الألان ابنك تكون يالله ولدت غدوا وقوهم شي شوية من الأخضر نبت أخضر شوية شوية تتكرموه واحد شوية وتعطيوه لهم تهو مفيد ومفيد بزاف في ذلك الفترة إذا إلي أعجبكم فيديو شاركوا معنات تقوموا على الجرس كي يرصلكم الجديد سندونا بزر جام وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله